أكو بلغط مثل شوك بالله وفينا تلوس الكويت والله دفعناها 52.4 ايدي وآخر دفعة كانت في شهر ما قريبا قريبا اي عشرين و اثناعش ألفين و واحد و عشر قبل أشهر بالفعل واحد و عشرين كل شي خلاص خلاص دفعنا عداً و ناقداً 52.4 مليار بما فيها تكاليف لجنة الأمم المتحدة التعويضات يون سي سي قاعدة بجيني بذولة حتى بطل الماء على حسابنا وذولة كانوا يأخذونه باستره واي من هاي التعويضات مع الأسف يعني عندي رقم يعني فعشرين بالمئة يمكن راحته بس ذولة أنا نصورها تقاليف أشكال ورناق اخله محامي يأخذه من هاي المهم كلها براسنا أخذوا كلها أخذوا شي أخذون الكويتين حكومة وشركات وافراد شي أخذت الدول وحكومات وافراد ما بقى أحد ما بقى أحد أحتي لك وشي أخذ الدبل فرد مرة يأخذ مرة يأخذها باسم شركة أكويت شحاية صار أي وإحنا ما أنا صوت نقدر ندخله أكويت ندخله ليش هو القرارات كانت متحفة بحق العراق بسبب حرب الكويت نعم هاي التفاصيل تفاصيل علقة بقرار 1483 السؤال هو كان قرار 2621 في شباط 2220 أشاد بدور العراق بالتزديد والإفاء بس الأسف ما قال العراق طلع من الفرص السابع ودخل بالفرص السادس مزيد هي قرارة طلعت تشد ما علينا بعد التزامات مالية أخرى للكويت لا لا ما أكو لا لا حاليا تعويضات شركات لا انتهت الطيران لا لا كلها انتهت كلها انتهت والبيان مع المجلس الإمين يقول كلها خصت كلها خصت ما أكو بعد هاي هاي الشيليم هي مدفتها خصت راحت دفاعها الشعب العراقي للأسف من دمه دفاعها من دمه وتنميتها للأسف يعني ما يكون رحمة ما حد يرحمنا ما حد رحمنا للأسف الشديد أقول كيان هذا الحال هالسؤال نحن نطلع من هذا الفرص السابع لا ما شفت آني بصراحة لحد الآن قرار لمجلس الإمين يقول هذا العراق العظيم طلع من الفرص السابع ودخل من الفرص السادس أنه حل الخلافات مع الأمم بالطرق الودية والدبلوماسية لحد الآن فرص السابع اعتبر العراق دولة مارقة للأسف يعني وممكن استخدام القوة ضد أريد هايش قرار ما يجيب لي هايش قرار أنا ما أعترف بأي شيء يومية هي شادة ويومية شنو العراق تركب أشهرات القرارات اللي صدرت بسبب الكويت ما يكن دولة حملوها هايات قرارات يعني بصراحة أظن العراق ما يكون عندنا حرية تتصرف بأموالنا للـ 115 للا هي حرية تتصرف موجودة بس أنا أقولك شنو بذاك الوقت تطيق حرية أكثر طبعا تطيق حرية أكثر ممكن تحول وكي تصرف طبعا وتستطيع تتحول الآن السؤال يعني تستطيع تتحول جد من عندهم كلها هسا كلها تتحولها تحرك يا بس السبب أنت جد تحتاج منها دولار تحتاج 70 ممئة دولار والدولار اللي تتصرف فيها ومراح يطلبوا في هاي الطريقة تحرك يا ليس ونكلاوات يعني إذا جد في المكامات أو تروح لمنطقة نقدية أخرى تروح له منطقة اليورا أو تروح ويا الصين مثلا وبذاك الوقت راح ندخل بمشاكل قذافي من يوم نحولها يورا وكلها حتى صدام حسين يعني هم براد هم يلعب هاي آي أوراق مخوش أوراق آي أوراق سادجة مالبغات بصراحة